الرأسنا هذا النفوذ اللي انت بيه مع السلامة يا رد العزمان ايه احفر احفر يلا اجيتك جيد عشان الليلة شاورمة جدا ممتاز يا السلام السلام عليكم حياكم الله وهذه كشتتنا للنفوذ مع سنة مشغلني لفترة وهي بكشتة النفوذ اهم شي الزحلقات ذولي ها اهم شي حقات الرمل ايوا ممتاز ما شاء الله عليها عارف يرتب مرحبا نعيم كله تمام ايوا الله راس تبتروح معنا للنفوذ يا نعيم ولا تقهوي عند باب سنة ايوا حط قهوة هنا تشمل قهوة تأكد جديدة ولا لا ان شاء الله علي يلا يلا حطها في الدرج هنا بتحدى الجداء السنة تشيك سريع على الغراب حيثنا عزمة الشاوي قهوة جاهزة وعندنا هنا المهارات ونمر تمام يا سنيد يلا يلا سكر الدرج سكره سكره سكر الدرج عدوليدي ما شاء الله هاي قوة سكر باب سنة يلا سكر باب من فوق يلا استعنت ابن عيم ما شاء الله قوة بعد يوليدي يلا مشينا نبي نمرنا اخذ بعض النواكس هالحين وش ناقص يسند نعب التانكيما ها وهالحين نعب التانكيما عب فل يسند زين وهذا النفود يسند هلا ها غرازنا هذا النفود اللي امتبيه الأر ناشفة مرة والكفرات مليانة هوا ومرقها الطعس ولمدانة احفر احفر يلا يلا يا سند يلا خلز حقيقت كله يلا هلنعب قبل مغيب الشمس ها 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 نسك اطلعنا الطعس هنا فوق فوق دف نفسك كيف روح مع السلامة اش شا الله يلا دفنا يلا ها بسم الله ببببببببب بببببب أولو أولو للو ها هذاللي يومسك نبراك يلا يوقف من ذول يلا يتركنا نحين ندف نفسك مع السلامة مزك براك ما تدري تعالى وين وغديها جلت جلالا هلالات جلت جلالا هلالات وتصد إلى شاب مرات فقع بيديها ناس تجمع علي من قنعة الطابلة وتصد إلى شاب مرات فقع بيديها يالله طلعناه بعد عدة محاولات لو ما دف الموتر سند يمكن ما يطلع هذا محلنا جديد طبعا كالعادة نازم تنزل حافي للنفوت يالله انت اللي يفتح الدروج يقول لا تفتح الدروج اسحب ادراجنا ونضبط الشاي والقهوة بسم الله ايوه يالله عطنا فرشات يا سند يالله هات كافي وحده لي انوي اياك كافي تعالي فرشها يالله السلام على النجوة عدا اليوم ساكنة ما فيها هوا يا عنيت بتنبسط بالنفوت قلني ساعدك يا سند يالله 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 امسك معي امسك انفضها انفضها السلام عليك ايوه حط المركز يا سند ماشاء الله عليك امسك ايوه امسك ايوه امسك ايوه امسك ايوه امسك ايوه اه من المركز ماشاء الله تبارك الرحمة الدلال هذه من عند الرماية ستل ستيل كامل طبعا لا زالت الأجواء فيها شوية حرارة خفية فقط نحن مستعجلين نعطل على الصراحة متحمسين فقلنا نرش الأرض الهواء جاي مننا مثل ما تشوفوا ميلان الألماء فأرش المنطقة اللي هنا علشان لما يجي هواء بالمكان هذا يبرد المنطقة اللي هناك نباطيح على غاف الله من دستحت جايك جايك من فوق بعضها شوهون من زبان جيتك 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 وبسم الله نشغل النار دايما جماعة لما تنزلون في أي مكان فالبار ولا في متنزه ولا شي لا تنسون دعاء نزول المنزل أعوذوا بكلمات الله تمات من شري ما خلا حتى الأطفال ترى أنت اللي ممكن تدعي تدعي عنهم بدل ما هم هو اللي يدعي أنت تدعي تقول أن أعوذوا بكلمات الله تمات من شري ما خلاق فكذا تدعي لعيانك أنت وجيد أنك تعلمهم الدعاء أيضا نشب النجميرات طبعا بما أن نلجومهم بارد نحن محتاجين يعني نار كبيرة أو نار تدفى عليها يلا شغل خليك بعيد عن النار بعدها عن وجهك أيوه السلام عليك شغل حطها بين الجمع يلا حطك هواها ما شاء الله عليك يا ما شاء الله ما شاء الله ما هو كله ما هو كله نصه خلاص رجع الباقي طبعا أنا بالعادة أحبط حنزع فران لكني طلعت مستعجل ولم داني طبعا هذه أول مرة أطلع عنه سند طلعت بر الحال ما كنت أتمنىها أمني صراحة أني أطلع عنه ولدي كاشته للبر والحمد الله عسن الله يصلح لنا وإياكم النية هو الذرية عدو الله وليدي ما شاء الله عليك وهالحين بعد ما جهزت قهوتنا نزلها أدلها الصغيرة دي نازم نتكيلها على شيء غسلنا فنجيله الكسات يسند هذه الطاولة عندك اللي أخلصت حطها على الطاولة ودهل للجلسة هناك يا ما شاء الله اللهم لك الحمد الله يدومها علينا من نعمة أول ما خلص من الدلة أحب أن يغسلها على طول حتى ما تنشف ويتعبنا غسيلها واجهزة تقهوتنا بسم الله الرحمن الرحيم يالله يسند ودهن ودهن هناك ود الفنجيل هناك بالجلسة يا السلام ابن طفي عاد على أهل الجميرات هقع دقيقة عشان تقهو يبوك يالله هذه ثلاجتنا طبعا أنا فضل الثلاجة الصغيرة دائم طلعت أبو يوم بس سند مستغرب تهوه من القمر أول ما طلع على القمر يقول يا بابا هذا وشه طبعا طلع وكان لونه شوي أحمر برتقالي فهو مستغرب مرة من لونه ليش تفدى الله إن شاء الله بس خلاص كعفي كعفي يا سلام على الجلسة على ضوء القمر طبعا أتوقع أن الكثير يستمتع لما تكون ليلة 15 والقمر مكتمل بالنسبة للأطفال الجماعة لازم تعطونهم جوهم لا تتوقعون أن والله خلاص لازم أعوده على المرجل أو كده وما أعطيه جوه ولا خليه يلعب ولا ياخذ راحته لا بالعكس خليه ياخذ جوه وياخذ راحته ويعيش طفولته يعني حنا برضو عشنا طفوله فلازم هو يعيش طفولته عطى حقه في الطفوله ومنفس الوقت لا تمنعه من يعني تقطعه من علوم المرجلة وكذلك مجالس ترجال مشتهيه طبخ على الأرض صراحة فهذا بخلي غراضي هنا طلع القناية هذه القناية وجهين تجي هاللي تشوفون دي بسم الله بسم الله بسم غسلها ونحتاج أيضا من ملعقة بقى حق سحابه ومع رشاش هالما الغسيل ما يلهي أبدا تسوف مهسوف بها هالرشاش ما شال الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نبدأ بعشانها طبعا عشان الليلة شاورمة شي على الخفيف ويصلح السند بسم الله الرحمن الرحيم هذي شاورمة المطنية في شي يجي حار وشي بارد حطينا هالذراية هذه على الهواء الحين نضيف الدجاج بسم الله الرحمن الرحيم الحين نحرك سنودي تعال عطني ملعقة ثانية يا بابا من الدرج حق الملاعق نقفل عليه شوي يعني ثلاث إلى خمس دقائق بس حتى يطبخ الخفيف وبعدين نزود عليه النار حتى يتقمر بعد ما خليناه يطبخ شوي مع البصل والفلفل البارد نعطي تحريكه كده وكأن نهسته شوفون هاللهبة اللي فوق هذا يعطيها شوي يعني ريحة حرق أو ريحة شوي شوفون كيف متقمر ابعضه هذا التقمير اللي حنا نبيناصله مثل ما تشوفون شون متقمر شكل جميل ورائع جدا الحين صار عشان أجاهز حطيت الخبز معه حتى يحتر وصير دافي بسم الله الرحمن الرحيم يلا هاك يلا هاك قل بسم الله سكرها من تحت عشان ما تطيح الصراحة شاورمة لذيذة جدا طبقه الطريقة اللي سويتها لكم شوفوا روع روع شوف شكلها جدا ممتاز بسم الله اللهم لك الحمد الله يديمها من نعم ويحفظها من الزوائق الله يرزق جميع المسلمين في كل مكان خلني سند خلنا أنا أغسل هنا خلني يا بابا عنك خلني خلني أضبط غسيل هنا أنا خلاص يلا يلا أغسل هذه عنك أنا خلاص أنت غسلت الملعقة يلا رخذ زحليقتك وروح ألعب يلا ها ها الحين سند يتحدى وهو واقف يلا 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 هايوه يا السلام على سند أفوه رح كافوه ها الحين انتوكل على الكم بسم الله ماشا الله بسم الله